الرياح العاتية للحرب الروسية الأوكرانية التي تعصف بالاقتصادات العالمية تأتي بنفعها وبالإيجابية على الاقتصادات العربية بحسب نظرة صندوق النقد الدولي لهذه الاقتصادات فما هي التفاصيل التي ذكرتها نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصادات العربية وتحديدا في عامي 2022 و2023 لو نظرنا إلى الدول التي رصدها صندوق النقد الدولي في دراسته وتطلعاته للاقتصاد نشاهد السعودية زيادة أو نمو الاقتصاد في عام 2022 الناتج المحلي الحقيقي ب7.6 في المئة الإمارات في المقابل 4.2 في المئة تأتي قطر ب3.4 في المئة من أصل 3.2 كانت متوقعة من قبل بالنسبة لصندوق النقد الدولي والكويت 8 في المئة وأكثر من 8 في المئة ثم مصر ب5.9 في المئة الدول الخليجية التي نشاهد ارتفاعاتها بالنسبة لتوقعات صندوق النقد في الوقت الحالي تأتي مدعومة بالارتفاعات القوية لأسعار النفط التي صعدت منذ بداية هذا العام من حوى 45 في المئة وبالتالي هذا يؤثر بالأساس على اقتصادات المنطقة واقتصادات دول الخليج والمنتجة لنفط تحديدا على رأسها السعودية ولكن في عام 2023 يبدو أن التوقعات أقل من هذه الفورة التي نشاهدها في عام 2022 الفورة المتوقعة بالطبع 3.6 في المئة ارتفاعات لصندوق النقد الدولي أو توقعات صندوق النقد الدولي لزيادة الاقتصاد السعودي ونموه ب3.6 في الإمارات 3.8 أما قطر 2.5 في المئة والكوايت 2.6 في المئة ثم مصر 5 في المئة وذلك في عام 2023 ولكن ليست الصورة وردية للأخير لأن هناك أسعار التضخم التي يراها صندوق النقد الدولي سوف تضغط على الاقتصادات في الوقت الحالي سواء في عام 2022 أو في عام 2023 2022 يرى صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من ارتفاعات أسعار الوقود التي سوف تضفي المزيد من الزخم على الاقتصادات إلا أنها سوف تضغط بالطبع على أسعار المستهلكين فنشاهد السعودية سوف تسجل بحسب صندوق النقد الدولي 2.5 في المئة من التضخم يرتفع التضخم في الإمارات ب3.7 في المئة وفي قطر 3.5 أما الكويت 4.8 وفي مصر 7.5 في المئة عن إجمالي عام 2022 ومصر كانت قد سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا في معدلات التضخم لأكثر من 10 في المئة فوق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 9 في المئة ولكن الموضوع ليس فقط متعلقا بالقطاع النفطي في الدول المنتجة للنفط ولكن أيضا القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصادات العربية نجاهده يسجل ارتفاعات واضحة تحديدا في دول الخليج خلال شهر مارس الماضي شهدنا السعودية نمى اقتصادها غير النفطي بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات الإمارات وبحسب مصرف الإمارات المركزي الذي يقول أنه نمى القطاع الخاص غير النفطي ب3.8 في المئة في إجمالي عام 2021 نتيجة تخفيف الإغلاقات وكذلك أيضا أكسبو 2020 كل هذا دعم القطاع الخاص غير النفطي وكذلك أيضا خلال الشهر الماضي شهدنا في دبي نموا واضحا للاقتصاد غير النفطي أما فيما تعلق بمصر فحدث الانكماش بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إذن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي تكون مواتية للاقتصادات العربية وتضيف عليها النفع والنمو خلال عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي اشتركوا في القناة